أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تضعونا إليه وفي آذاننا وغروا من بيننا وغروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما عن بجر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وبيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق العرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فيها ربعة أيام سباء للصائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرحا قال تاعتين طائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوهى في كل سماء عمرا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفتا ذلك تغدير عزيز العليم وإن أعرضوا فقر أنظرتكم صاعدة مثل صائقات طعاد وسمود إذ جاءتهم الرسل من بيني أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لعظل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بقير العق وقالوا من عشد منا قوتنا ولم يرون الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليه مريحا سعسرا في أيام نحسات لنضيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا والأعذاب الآخرة أخذابهم لا ينصرون وأما ثمود فاديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الآخرة بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر عداء الله إلى النار فهم يوضعون حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لنجل جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكما ولمرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن زننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وظالكم زنكم الذي زننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فماهم من المؤتبين وقيدنا لهم وارغرنا فزين لهم ما بين أيتهم وما خلفهم وحق عليهم الغول في أمم وحق عليهم الغول في أمم وقد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوفيه لعلكم تقلبون فلنضيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي النوم سوى الذي كانوا يعملون ظالك جزاء عداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا عرنا الذين أزلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أهدامنا نجعلهما تحت أهدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنذل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأمشروا بالجنة وأمشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نظلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستب الحسنة ولا السيئة انفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين سبر وما يلقاها إلا ذو حمض عزيم وإما ينذقنك من الشيطان نذق فاستعذ بالله إنه ما السميع العليم ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسأمون ومن آياتي أنك ترى العرض قاشعة فإذا أنزلنا علي الماء اهتغت وربت إن الذي أهيى لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن ينقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بثير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباتل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وَلَوْ جَعَلْ لَهُ قُرْآنَا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُسِّلَ دَايَاتُوا عَجَمِيٌّ وَعَرَبِي قُلُوا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا دَوَّ شِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَغْرَوَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمْأَمًا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَنْ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاقْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ صَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ رِيبٍ عَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمٌ سَاءَهَ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمْرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِإِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِي مَعِنَ شُرَكَاءِ قَالُوا أَا ظَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَّ عَنَهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَذَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيِّسٍ لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّوُ الْشَّرُ فَيَأُوسُ الْقَنُوتُ وَلَئِنَا ذَقَ اللَّهُ رَحْمَةً مِنْ نَا مِنْ بَعْدِ زَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَ النَّازَالِي وَمَا أَذُنُّ الْصَاعَةَ وَمَا أَذُنُّ الْصَاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجْعِتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَا الْخُسْنَى فَلَنُنَبْئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ قَلِيزٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَزَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيزٍ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ سُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلُّ مِمَّنْهُ وَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمَ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّمٍ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ صَدقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ عَزِيمٍ